إذن فضيحة جديدة من فضائح النظام الجزائر مصيبة وسطية الإخوان وهذا الخبر سنقول لكم بشكل عاجل فضيحة الكبيرة الإخوان أن الصفارة الجزائرية في المغرب كانت صفتة الوزارة الخارجية في 2022 في 2022 طلب بأن تأخذ منفعة العامة الإقامة الرئيسية للسفير المغربي والتي تعتبر منطقة توراتية والصفارة الجزائرية في كازا صفتة الوزارة الخارجية كانت تقول لها بأنها ستأخذ إقامة الرئيسية للسفير المغربي للمنفعة العامة وكتقترح على المغرب بأنها عوض ذلك ستسلم المغرب لإقامة لها أولا هذا المبنى الذي تم الأخذ منفعة العامة من وزارة الخارجية لما كمل أشهد الأيام إذن الإخوان فضيحة كبيرة خرجات الوثائق اليوم إنشرتها جون أفريك بما رجع لها من بعد إن شاء الله ونحاول إنشرها لكم في وقت اللاحق لكن وقتها خرجات رسمية من الصفارة الجزائرية في الدار البيضاء التي تصيفت ذلك الرسالة الوزارة الخارجية وكتطلب منها بأنها ستأخذ لهم الإقامة الرسمية والرئيسية للسفير المغربي في الجزائر في 2022 وحوظ ذلك تقتارح على وزارة الخارجية أنها تسلم المغرب ذلك المبنى الذي تم تعليه تجاه هذا يومين من بعد تخرج في 2024 من بعد أن المغرب يقول فيها أنه أخذ المبنى المبنى الفاعة العامة يعني قبل اقتراح ذي الأم الذي اقتراحه عليه في 2022 فتخرج وزارة الخارجية الجزائرية في ذلك البيانة لأن المغرب يستفز ومغرب يستفز وغطي بشيء الأمم المتحدة مفضحة جديدة سوف يتكلم عليها على المر إخوان سوف نعود رجال الموضوع ربما في وقت اللحق لكن قلت نقول لكم كالس سريع باش تعرفوا أشكاين من أحدى جديدة نشوفكم إن شاء الله في وقت اللحق